بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة مهمة جدا لأن النهاردة فيه مستجدد كتير على الساحة الرياضية ويمكن فيه تفاصيل كتيرة كنا بنتكلم فيها في حلقة أمس يعني انتشرت بشكل كبير على السوشيال ميديا والنهاردة بالتأكيد فيها بعض المواقف الرسمية بخصوص بعض الفترة القادمة إن شاء الله الأهلي مستعد لإيه في الفترة اللي جاية تحديدا بالنسبة لي المستوى الإفريقي أو المشوار الإفريقي وكمان هنتكلم على مباراة الأهلي والبرامجزي فيه بعض النقاط تتكلمنا فيها مبارح وحصلت بشكل رسمي بعد نهاية الحلقة والنهاردة هنتكلم على الكواليس والتفاصيل بالنسبة لي الفترة اللي جاية حلقة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا وهنستكمل بعض الأخبار الحصرية اللي كنا بنتكلم فيها مبارح في بعض الملفات سواء الملفات المحلية أو حتى الملفات الإفريقية ولكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وعندنا مباراة النهاردة مع بيراملز الساعة 8.30 بإذن الله فعايز أعرف من حضراتكم توقعاتكم لتشكيل الأهلي في مباراة اليوم بالدوري وكمان توقعاتكم لنتيجة اللقاء تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحات القناة على السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وانستجرام وفي الفقرة الأخير هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم على سؤال حلقة النهاردة سواء بالنسبة للتشكيل أو حتى نتيجة اللقاء لكن نبدأ بسرعة بعنوين الحلقة في تريند الأهلي بطل الدوري يسعى لموصلة انتصاراته أمام بيراملز وكمان الثلاثاء كرة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية وفي التريند المحلي ميكالي يرغب في ضم محمد صلاح للمنتخب الأولمبي في باريس عشرين أربعة وعشرين عشان وقتنا والتفاصيل كتير ومهمة نروح بسرعة لاستعراض مباريات اليوم النهاردة مباراة في الجولة التمانية وعشرين هي مباراة مؤجلة من الجولة التمانية وعشرين كلنا عارفين الدوري خلاص خلص رسمي ولكن في مباراتين متبقيتين للنادي الأهلي لقاء بيرامدز اليوم ثم لقاء المصري يوم الأربعاء المقبل في استاد بورج العربي النهاردة على استاد الدفاع الجوي النادي الأهلي يحل ضيفا على بيرامدز في الساعة السامنة والنصف من مساء اليوم في هذا اللقاء المؤجلة من الجولة التمانية وعشرين مباراة أكيد تحظى باهتمام كبير جدا خاصة بطل الدوري ووصيف الدوري والفريقان هما طرف دوري أبطال إفريقيا أو ممثلة مصر في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع عندناك أوليس كتيرة جدا في فقرة تريند تريند طيب نركز مع بعض الفقرة دي لأن الفقرة دي فيها كلام مهم جدا وتفاصيل كتيرة في أكتر من ملف وكلها ملفات أكيد بتهم النادي الأهلي خلال الفترة الحالية البداية بمباراة بيرامدز مطش صعب جدا النهاردة خاصة إن الدوري خلصوا كل حاجة ولكن مطش صعب من ناحية إيه؟ إنك في آخر مبارتين خلاص أنت في الرمك الأخير من سباء الدوري العام وعايز تحافظ على سلسلة الانتصارات وما يكونش فيه أي خسائر خلال مباريات الدوري فالنهاردة بالتأكيد الجازل فإنها هتعمل مع المباراة رغم أنها مباراة تحصل حاصل بحذر شديد من أجل أولا الفوز وإحراز السلاس نقاط والاستمرار في يعني الحفاظ على قيمة الخسائر ما فيهاش أي مباريات وفي نفس الوقت كمان مباراة جمهرية بالنسبة جاميري الأهلي خاصة مع بيرامدز مباراة في النهاية على المستوى عالي جدا لأنك بتواجه الوصيف الفريق الثاني اللي هيكون معاك في دورة أبطال إفريقيا الموسم المقبل كولر بيحضر إزاي القيمة اللي تم اختيارها لهذه المباراة هل في غيابات هل في لعيبة ممكن أن كولر إداها راحة سلبية خاصة في ظل التدوير اللي هيحصل عشان لسه فيه مباراة كاس مصر عندنا مباراة يعني الأسبوع اللي جاي مع الدخلية يوم تلاتين سبعة في حال المكسب إن شاء الله نلعب مع المصري يوم تلاتة تمانية في الدور ربع النهاية فبالتالي لسه في مباراةين في الكاس مهمين جدا أكتر من مباراة بيرامدز والمصري في الدوري العام كل التفاصيل دي بالتأكيد قبل ما أخش بقى في الكواليس المباراة وفتعينات حكام المباراة وعن نتكلم على الملف الإفريقي محتاجين الأول نطمن على مدى الجاهزية والاستعداد لمباراة بيرامدز النهاردة أروح بسرعة إلى الزميل العزيز فاروق صلاح موفد قناة الآلي اللي موجود حاليا في مقر إقامة الآلي في إحدى الفنادق القريبة جدا من استاد الدفاع الجو فاروق مسائل فل إزايك؟ برحب بك يا محمد وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النهار الألي في كل مكان إيه الأخبار عندك؟ وتطميني على الفريق بشكل عام كولر بيتعامل إزاي مع المباراة أبرز الغيابات لو في تدوير ومين اللعبة لا ممكن تكون وغدة راحة من مباراة النهاردة وكمال لو عندك أي داتة أو معلومات بخصوص فريق بيرامدز وتشكلته الأساسية في مواجهة الأهلي اليوم إن شاء الله يعني خليني في البداية أمحمد أتكلم على استعدادات فريق النادي الأهلي وخلينا أقولك أن بعد مباراة الأخيرة للنادي الأهلي أمام فريق حرص الحدود كان في حالة من الحزن طبعا بتسيطر على مستر مارسل كولر زعل شديد جدا للتعادل مع فريق حرص الحدود وهو ده الأمر اللي كان بيشغل تفكيره إن مش عايز الأجواء الاحتفالية الخاصة بالتتويج بدرع الدوري تسيطر على اللاعبين وتسيطر على نتيجة اللقاء كان في حالة من الحزن طبعا لمستر مارسل كولر بعد نهاية المباراة والتعادل كان مستر مارسل كولر عنده شغف وخلي بالك محمد ده أمر مهم جدا إن إحنا يبقى عندنا مدير فني عارف عقلية جمهور النادي الأهلي وعارف طبيعة النادي الأهلي وحالة الانتصار دايما النادي الأهلي محمد حتى لو حسامت الدوري ما فيش مباراة عندي بالنسبة لي تبقى تحصيل حاصل عندي الشغف عندي إننا حق انتصار مستر مارسل كولر كان المباراة المتبقية كان بيأمل إنه يصل للنقطة رقم 90 فكان فيه حزن جديد مسيطر عليه بدأ التدريبات تاني يوم الساعة تاسعة صباحا استعدادا لمواجهة فريق بيرامدز كلم كلام مهم جدا وشدت جدا على اللاعبين بعدم التهاون في المباراة القادمة وقفل تماما يعني صفحة الأجوال الاحتفالية فيه نقطة مهمة جدا يا محمد ودي من النقاط المهمة يعني اللي كان لها حديث فيها مع مستر مارسل كولر إن يعني كلنا أو معظم جماهير اللي نادل قال لي وقت الاحتفال بالبطولة بالطالب بالبطولة التانية وده بيفقد اللاعبين فرحة الإحساس به نشوة البطولة المهم جدا يبقى عندك الشغف إنك تحق البطولة التانية لكن لازم تدي البطولة حق أهم ولازم إن الجماهير أو اللاعبين يفرحوا بوقت البطولة بس ده ما يخدكش من النتائج ولا يأثر على النتائج أتكلم مع اللاعبين على ضرورة أعدوش أي إمكانية أن أنا أفقد أي نقطة فيه النقاط المتبقية خاصة أمام فريق بيرامدز فهي مباراة من مباراة القمة والفريق الثاني في جدوى للترتيب شدد على أهمية هذه المباراة في الجلسة العقادة مع اللاعبين عقب مباراة حرس الحدود ثم منح اللاعبين أجازة يوم الجمعة واستاني في التدريبات بالأمس فيه استاد مختار لتيتش أعقد برضو محاضرة بالفيديو مع اللاعبين يتكلم على نقاط القوة والضعف فريق بيرامدز ويتكلم على النقاط الفنية اللي طالبها وي الجمل التكتكية اللي طالبها مع اللاعبين طبعا فيه جلسة جامعة مبين ومبين نهاري مدرب العام للوقوف على بعض الجمل التكتكية وأسلوب اللعب اللي بينتهجه مستر جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيرامدز وأيضا تيتسان اندويا لتعارف الروتيشن وي الراحة اللي بيديها لبعض اللاعبين خلينا أقولك طبعا أنه أفضل إراحة بيرستاو ومحمود كاربا ومحمد هاني من هذه المباراة لكن النادي الآلي بالقوة الكاملة بتاعته بالعناصر الأساسية كابتن محمد الشناوي يسر إبراهيم محمد عبد المنعم خالد عبد الفتاح علي معلول تقدر تقول أيضا وجود مروان عطية وقاليو ديانجي أحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وجود حسين الشحات أحمد عبدالقادر وليه وكريستو كافة العناصر محمد شريف ومحمد مجد أفشا تقدر تقول كل العناصر الأساسية لفريق النادي الآلي وأيضا أحمد القندوسي نادي الآلي داخل المباراة يلعب بالتشكيل الأساسي غرضه وطاهر محمد طاهر بالفعل كل العناصر الأساسية للنادي الآلي موجودة النهاردة فيه تشكيل النادي الآلي نادي الآلي يلعب بتشكيله الأساسي يعني الفريق النهاردة بعد تناول وجبة الغداء مستر مارسل كولر قعد في جلسة مابين ومابين كابتن سامي أمصان وهاري مدرب العام وتتسين اندويا والكابتن سيد عبد الحفيز أكد على النقاط مهمة جدا ووصل للجهاز الفني ووصل للعيبة عنديش أي فرصة ولا عندي رفاهية أن أنا أهدر أي نقاط خاصة في مباراة اليوم أو المباراة القادمة أمام المصري قال إحنا بدأنا بشكل كويس مهم جدا أن إحنا ننهي الدوري بشكل كويس شدد على طبعا وفي أمور كتير جدا طبعا مستني أتضح فيها يا محمد خلال الفترة القادمة الرؤية بالنسبة لي بداية الدوري هيبقى إمتى بداية الدوري القادم كاس مصر يتم استقنافه الزاي أنت عارف طبعا عايز يدر راحة للعبين لأن طبعا خلاص تتسين اندويا تكلم في هذا الأمر طبعا مفروض أن الفريق ياخد راحة خاصة أنت مقبل على كثافة كبيرة جدا من المباراة قد تكون أن السنة القادمة هي أكثر السنوات في تاريخ النادي الآلي لخوض المباراة ما بين دوري ما بين دور أبطال إفريقيا ما بين سوبر إفريقي ما بين دوري السوبر الإفريقي سوبر مصري عندك كاس عالم أندية عندك لعيبة هتشارك مع المنتخبات الوطنية عندك كاس مصر عندك كم كبير جدا من البطولات ضرورة يعني توضيح الرؤية بالنسبة للفترة القادمة علشان أقدر أحدد البلان اللي أنا همشي عليه خلال الفترة القادمة طبعا دي محمد دي الأمور والتفاصيل الخاصة بيه فريق النادي الآلي أنا موجود معاك يا محمد لو فيه أي استفسار عايز تقف على بعض النقاط الخاصة بفريق النادي الآلي واستعداده لذي المباراة أكيد أولا في نقطتين أولا نهارده أكيد في تتوير في موضوع التشكيل الأساسي لأن عندك مباراة بعد 72 ساعة عندك مبارتين في الكاس الأسبوع اللي جاي فأكيد هيحصل تتوير يعني التشكيل اللي لعبة مباراة الحرس وارد يحصل تعديل في مركزين ثلاثة على الأقل دي جزئية جزئية تانية السلية ومحمود متولي ممكن يلحقوا مطشط الكاس ولا الجهاز الطب مع الجهاز الفني فضل أنه خلاص كده الموسم بالنسبة له منتهى عشان يستعدوا للموسم الجديد لا يا محمد يعني خلينا أخذ من النقطة التانية النقطة الخاصة به السلية ومحمود متولي خلينا أكيد لك جهازية السلية ومحمود متولي لمباراة كأس مصر عقب مباراة الأهلي أمام المصر وعودة الأهلي من الأسكندرية هيكون الانضمام محمود متولي وعمر السلية لتشكيل للنادي الآلي والتدريبات الجامعية للنادي الآلي وبأكد لك جهازية زي ما أكد لنا الدكتور أحمد أبو عبلة جهازية الاتنين الاستئناف مباراة النادي الآلي في كأس مصر سواء الداخلية إن شاء الله وبعد تجاوز عقب الداخلية تبقى مباراة المصري ده الأمر اللي أنا أحسمه لك من خلال شاشة قناة النادي الآلي جهازية عمر السلية وجهازية محمود متولي لمباراة القادمة عقب مباراة المصري بمشيئة الله طبعاً أنت عارف النقطة الثانية النقطة الخاصة بالتدوير والروتيشن اللي بيعمله مستر مارسل كولر خلينا أقولك أن التغيير النهاردة يبقى في أضيق الحدود خلينا أكد لك عودة مروان عطية للتشكيل من البداية المروان عطية يكون موجود في تشكيل الآلي من البداية طبعاً بجوار أليو ديانج طبعاً هيكون أيضاً خالصاً خالد عفتاح في مركز الزهير الآيمن بديلاً لمحمد محمداني مع استمرار بقى العناصر طبعاً أنت تتكلم في علي معلول ومحمد عبد المنعم ويسر إبراهيم فخلينا أقولك أن النهاردة الأهلي بيعود لتشكيله الأساسي يعني يختلف عن مباراة الحرس الحدود في مركز أو مركزين على هذا الصياق محمد بطمنك على كافة يعني جاهزية كافة العناصر أي عنصر هيكون موجود هيكون جاهز أنه يظهر بالشكل والطموح يعني الأكيد للشغل الفني اللي طالبه منه مستر مارسل كولر جلساته وكلماته مع اللعبين وإشاته ببعض اللعبين في الفترة الأخيرة بيبقى لها مردود في أرض الملعب ده اللي احنا نتمنى نشوفه إن شاء الله وينعكس في أرض الملعب بإذن الله طيب بيرامدز لو عندك معلومة أو فكرة عن التشكيل في ظل كلام كتير بيتقال في لعبة ممكن تكون خدت أجازة لا في لعبة النهاردة هتلعب أبرزه مصر محمد الشيبي البقريت المغربي كان يتقال إنه في أجازة وفجينا أنه موجود في القايمة فلو عندك أي معلومات أو كواليس عن تشكيل بيرامدز يا فارو يعني خليني أقولك على فريق بيرامدز محمد وبالتحديد مستر باتشيكو في كلامه مع اللعبين والأمور اللي يعني اللي بيحضرها للنادي الأهلي في هذه المباراة يعني خليني أقولك إن بعض الكلام اللي قاله اللعبين النادي الأهلي انت تقابلنا معاه في الدوري وتقابلنا معاه في الكاس وتقابلنا معاه في السوبر النادي الأهلي فاس في الثلاثة مواجهات مهم جدا إن إحنا نحاول نرد الإحتوار بالجزء ولو نفوز النهاردة في المباراة وإن إحنا نقصر سلسلة اللازيمة بالنسبة للنادي الأهلي ده كان من ضمن الحوافز النفسية اللي بيشتغل عليها مستر باتشيكو مع اللعبين خلينا أقولك أؤكد لك على تشكيل فريق بيرامدز لازيل المباراة يكون أحمد الشناوي في حرصة المرمى قدامه محمد الشيبي في مركز زيير الأيمن 2 قلبها يدفع أحمد فتحي وأحمد سامي وفي الشمال محمد حمدي نص الملعب يبقى مكون من الثلاثي محمود دونجا وأحمد توفيق ومحمود صابر قدامهم ثلاثة مكون من مصطفى فتحي وإبراهيم عادل وفخري لقايا ده التشكيل يا محمد الأقرب لفريق بيرامدز تبقى ليه التدريب الأخير وتبقى طبعا ليه الاختيارات مستر باتشيكو لازيل المباراة نتمنى كل التوفيق لفريق اللي النادي الأهلي تعرف أن احنا موجودين في فندق الأقامة بيبعد عن الاستاد الدفاع الجوي يعني من خمس لعشر دقائق إن شاء الله يوم يكون موفق لفريق اللي النادي الأهلي ويحقق الانتصار النهاردة على فريق بيرامدز بإذن الله زي مننا فاروق صلاح موفد قناة الأهلي من مقر إقامة فريق الأهلي قبل التحرك إلى استاد الدفاع الجوي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإضاحات الخاصة بالاستعدادات لمباراة بيرامدز تشكيل الأهلي تشكيل بيرامدز الكواليس والأخبار من النهاردة واخد أجازة التدوير في التشكيل يعني قدر إمكان وقربناك شوية من الصورة والترتيبات الخاصة بمباراة اليوم طيب دي جزئية انبارح الحمد لله كان عندنا صبق مهم جدا وقبل الإعلان الرسمي لما اتكلمت على تعينات حكام المباراة الدوري بشكل عام وروحت واتكلمت على حكام مباراة الأهلي وبرامدز واتكلمت أن فيه اعتذار من الكابتن محمد عادل الحكم الدولي عن إدارة هذه المباراة بصام خلافات موجودة في ملف التعينات بعض أعضاء اللجنة أو أحد أعضاء اللجنة المسؤول عن التعينات بيختار حكام يعني بيثق فيهم بشكل خاص هل ممكن أقرب لي من حكام آخرين لها تفسيرات كتيرة يعني لكن كان فيه زعل عند عدد كبير جدا من الحكام الدوليين ويمكن معظمهم دلوقتي في البطولة العربية اللي هتنطلق نهاية هذا الأسبوع ولكن كابتن محمد عادل اعتذر عن إدارة المباراة وقلت مباراة في ضمن الكواليس أنه تم تكليف الكابتن محمود ناجي وبالفعل دل حصل والاتحاد أعلن مباراة على صفحته الرسمية تم تكليف الكابتن محمود ناجي بإدارة المباراة وقلت كمان في التركيبة يعني اختيار طاقم التحكيم أن الكابتن محمود ناجي لم يدير السنادي أي مباراة للأهلي ولم يدير السنادي أي مباراة لبيراملز عشان بس تأكيداً للمعلومات اللي احنا بنقولها لحضراتكم لأن احنا بقدر انكمل حاول نعرف ما يدور في الكواليس لأن الأهلي لما فتح ملف التحكيم من أكتر من سنتين مستمرين في متابعة هذا الملف والسنادي والأهل اللي فاز بالدوري بيتكلم برضو في هذا الملف وإحنا شايفين فيه أخطاء موجودة السنادي مش على المستوى الفني بس لا أصلاً في تركيبة ملف التعينات اللي موجودة داخل لجنة الحكام المعلومة اللي بنقولها الحمد لله تخلص الحلقة من هنا على بالليل بيتلاقوا القرار الرسمي طالع بنفس الكلام اللي احنا قلناه في الكواليس لأن احنا دايماً الهدف بتاعنا المصلحة العامة الهدف بتاعنا إن الحكم الفني المتميز هو اللي يدير المباراة الحكم اللي صاحب الأخطاء الفنية الكبيرة يبتعد شوية عن إدارة المباراة ده لو فيه تطوير أكيد المنظومة هتشتغل بالنطاق ده لكن طالما ما فيش منظومة شغلة بالشكل ده يبقى ما فيش تطوير يبقى احنا كده بس عامين كلمة تطوير حبرة على ورق ما بيحصلش فاللي بنقوله بيحصل قلنا عادل اعتذر الناس كلها برعا بتتكلم على هذا الخبر قلنا كابتن محمود ناجا هيدير المباراة النهاردة فعلاً اتحاد الكرة بعد إعلانه بشكل رسمي كابتن محمود ناجا هيدير المباراة يبقى لما نتكلم الفترة الجاية على التطورات اللي هتحصل في أعالي تشكيل لجنة الحكام اعرفوا ان الفترة الجاية المفروض يحصل تغيير في نطاق معين لان التغيير ده لو ما حصلش اكيد هتفهموا مين المسؤول على عدم احداث تطوير في المنظومة التحكمية عشان ساعتها نبقى احنا خلاص بقى مسكنا الازمة جاية منين ومين المسؤول عنها وهل هو مش عايز يطور ولا الموضوع جاي ازاي انا بس بماهد عشان اللي جاي احنا على مدار الموسم بنقول معلومات والناس الحمد لله بتصق في كل معلوماتنا وبتتحقق اذا ما كانش في نفس اليوم بالليل تاني يوم بيطلع القرار الرسم الايام اللي جاية هكشف على جزئية مهمة جدا متعلقة بالتحديث والتغيير اللي هيتم في لجنة الحكام بس التحديث والتطوير ده لو ما حصلش ساعتها هنقول مين اللي عامل الازمة ومين اللي مش عايز يحصل تطوير في المنظومة التحكمية لأسباب شخصية طيب دي جزئية الجزئية التانية برضو كنا انفرضنا مبارح وقلنا ان قرعة دوري ابطال افريقيا وكاس الكنفدرالية هتتحدد الاسبوع ده ده مبارح قلت الكلام ده في حلقة يوم السبت وقلت بحد اقصى التلات او الاربع هتتعمل القرعة بالفعل بعد نهاية الحلقة كان فيه قرار رسمي تم اعتماده باجراء مراسم قرعة الادوار التمهيدية لدور الابطال وكاس الكنفدرالية ظهر يوم الثلاثاء يوم الثلاثة في مقر الكاف هنا في مدينة السادس من اكتوبر الساعة الثاني الضهر هتتعمل قرعة الادوار التمهيدية وبشكل رسمي بعد تحديد معادل قرعة وبعد تحديد عدد الاندية المشاركة في مسابق الدور الابطال وكاس الكنفدرالية تم تحديد عدد الاندية المعفى من الدور التمهيدي الاول اللي هو دور الاربع وستين مجازا يعني الاندية دي مش هتلعب دور الاربعة وستين ولكن هتلعب من دور الاثنين وثلاثين زي مين مثلا لو بنتكلم على الاندية المصرية مثلا كمثال احنا يهمنا الاندية المصرية في المقام الاول الاهلي وبيراميدز في دور الابطال مع فيين من دور الاربعة وستين يعني مش هيلعبوا اي مطشاط في شهر تمانية في دور الابطال افراقي بداية مشاركتهم الافراقية في دور الاثنين وثلاثين لو دور التمهيد التاني هتكون فيه خمستاشر تسعة منتصف شهر تسعة بإذن الله طيب في كأس الكونفيدرالية في فيوتشر والزمالك الزمالك لأول مرة منذ فترة طويلة يتم إعفاءه من المشاركة في دور الاربعة وستين ولكن ده راجع بسبب أن الزمالك الآن في الكونفيدرالية مش في دور الأبطال أنت كلما تنتقل لمسابقة فنيا في مستوها الأقل قصة أنك يتم إعفاءك من الدور التمهيد الأول بتبقى كبيرة لأن المستويات والتصنيفات في الكونفيدرالية عال كثير من دور الأبطال طول ما أنت في دور الأبطال وتصنيفك قليل بتلعب أربعة وستين لكن تصنيفك القليل ده بيشفع عليك وإنت بتلعب الكونفيدرالية تلعب من الاثنين وثلاثين لأن التصنيفات بالنسبة للأندية في الكونفيدرالية تحديدا مش كتير كل الأندية اللي عندهم تصنيف عالي وأقوى الأندية بلعبه في دور الأبطال فكان دايما الزمالك بيروح يلعب من الاربعة وستين لما انتقل للمسابقة الأقل فنيا هيلعب من دور الاثنين وثلاثين فبالتالي الأهلي الزمالك بيراميدز كان ده مصرية معفية من ده طيب موقف فيوتشر ايه؟ فيوتشر في تصنيفه الإفريقي رقم 57 بعيد جدا وطبعا ده منطقي لأنه أول موسم إفريقي يشارك فيه فيوتشر كان السنة اللي فاتت بس وصل للدور أو يعني وصل لدور المجموعات وكان قابق أو سينة وأدنى لولا إلغاء عدد من النقاط كان ممكن يروح لدور التمانية مكان بيراميدز مصر ولكن عنده نقطتين ونص وزي ما قلت لحضراتكم تصنيف الكنفدرالية عدد الأندية المصنفة مش كتير فبالتالي فرصة مشاركة فيوتشر من دور الـ 32 ويعفاهم للـ 64 وردة بنسبة كبيرة طيب عدد الأندية اللي هتشارك في دور الأبطال الشامبينز ليج 54 نادي 54 نادي دور اللي هتشاركوا في دور أبطال إفريقيا الموسم اللي جاي بيتم يعفاء الأندية ازاي؟ مثلا الـ 54 بتشيل منهم 10 فرق بيتبقى 44 بتقسم الـ 44 على الـ 2 بيطلع 22 نادي بتضيفهم على 10 فرق اللي تم يعفاءهم بيلعبوا دور الـ 32 تمام؟ كل مقلة عدد الأندية المشاركة في المسابقة القرية كل مقلة كل مزادة عدد الأندية المعفاة من الأدوار التمهدية أو دور الـ 64 هي العلاقة عكسية لكن كل ما زادت الأندية اللي هتشارك في المسابقة القرية كل ما الأندية المعفاة بتبقى أقل يعني السنة اللي فاتت كان العدد الأندية اللي شاركت أكتر من الـ 54 فتم إعفاء 6 أندية السنة دي اللي شاركوا أو اللي تأكد مشاركتهم في دور الأبطال الـ 54 فزادت عدد الأندية المعفاة كم نادي معفاة من دور الـ 64؟ عشر أندية عشر أندية تم إعفاءهم من دور الـ 64 على رأسهم النادي الأهلي الأهلي في آخر خمس سنوات وعلى فكرة التصنيف ده بيتعمل على آخر خمس سنين تصنيف ترقومي على نتائجك الإفريقية آخر خمس سنين ودي نقطة أنا أرجع لها لما أتكلم على التصنيف الترقومي لأن الغاية دلوقتي لسه في ناس عايشة في برنامج جاكوميدي اسمه ديني عقلك عارفيني البرنامج الكوميدي اللي كان بيجي في رمضان واللي كان بيدحكنا لغاية الفجر هو البرنامج ده اللي شغال دلوقتي تصنيف الترقومي ده هرجع له لأنه فيه نقطة مهمة جداً هسردها دلوقتي من العشر أندية المعفاة الأهلي على رأسهم طبعاً رقم واحد 83 نقطة في آخر خمس سنوات يليه نادي الوداد الرياضي المغربي 74 نقطة ثم الترجي التونسي 56 نقطة ثم ساندونز 51 نقطة وبقى كده بقى الفرق العشرة من شباب الوزداد الجزائري سيمبا التنزاني بيرامدز المصري بيترو أتليتكو الأنجولي مازينبي الكنغولي حرية كونكري الغين دول العشر أندية المعفاة من دور الاربعة وستين في دور أبطال إفريق دول عيلعبه مداية من دور الاتنين وثلاثين وهيستنوا الاتنين وعشرين فريق اللي هيتأهله من دور الاربعة وستين عشان يبدأوا مع بعض دور الاتنين وثلاثين ده بالنسبة لدور الأبطال طيب كاسة الكنفدرالية اللي فيها في يوتشر والزمالك عدد الأندية اللي تم اعتمادها للمشاركة 52 نادي فقط وده رقم أقل من السنة اللي فاتت وبالتالي عدد الأندية المعفاة عتزيد طيب بتتحسب إزاي دول 52 أوكي عايزين نوصلهم لاربعين عشان اللاربعين أنا أقسمهم على اتنين فبالتالي من 52 لاربعين يبقى فيه 12 نادي يبقى يتم عفاء 12 نادي في كاس الكنفدرالية عشرة هيتم عفاءهم في دور الأبطال و12 هيتم عفاءهم في كاس الكنفدرالية طيب اللي 12 نادي دول مين؟ مثلا الأفريقي التونسي ريفرز يونيتد النيجيري نهضة بركان المغربي الزمالك المصري اتحاد العاصمة الجزائري بطل هذه المسابقة واللي يواجه الآلي في السوبر الافريقي كمان فريق من الكنغو الديمقراطية اسمه ليبو وفريق من الكنغو برازافيل اسمه ديبالا سان نوريس يمكن دي أبرز الأندية اللي هيتم إعفاها طبعا احنا بنتكلم في 9 أندية مصنفة الأسماء اللي احنا قلنا لها دي دي 9 أندية مصنفة حتى لو نادي منهم عنده نص نقطة ده تصنيف لاني قلتلك البطولة ضعيفة فعرض الفرق اللي فيها المصنفة مش كتير انت بتتكلم على 7 8 أندية وحتى نقاط التصنيف يعني ضعيفة جدا في يوت شرب بنقطتين ونص هيتم إعفاقه من دور ال64 بنسبة كبيرة لان بعد التسعة المصنفين فيه 3 أندية مش مصنفة بس ممكن يتم اختيارهم بناء على انهما شاركوا في إفريقيا قبل كده او ممكن يتم اختيارهم على انهما مثلا الدول بتاعتهم مصنفة من ضمن اعلى الدول في التصنيف الإفريقي مثلا سوبر سبورت الجنوب إفريقي اللي هو الواجه الآلف 2011 في دور الأبطال ممكن فريق عزام التنزاني لعب قبل كده فيه الكونفيدرالية اه مش مصنف بس تنزانيا دولة مصنفة فعموما يعني هيبقى فيه معيار معين فيه تحديد التلات أندية مع التسعة أندية المصنفة عشان يبقى 12 نادي معفي فيه كأس الكونفيدرالية ده شرح كان مهم جدا بالنسبة لدور الأبطال والكونفيدرالية السؤال اللي بيجيلي دايما خلال الفترة الأخيرة ولغاية ما تأكد الموضوع بشكل رسمي مبارح ان الاهل هيشارك من دور الـ 32 كان دايما الكلام ان الاندية اللي هتلعب السوبر ليج معفية من الأدوار التمهدية كلها الـ 64 ولا الـ 32 واي نادي هيشارك في السوبر ليج زي الأهل الترجي الوداد سيمبا إن يمبا ما زيمبي كل دول هيلعبوا من دور المجموعات دول الـ 16 في شهر 11 اللي جاي الكلام ده للأسف هو تقال بشكل رسمي في اجتماعات الشركة الإيطالية المنظمة أو المنظمة للسوبر ليج مع الاتحاد الإفريقي وتم اختار الاندية في أكتر من ورشة عمل ولكن بعد قرار المكتب التنفيذي بإلغاء ملحق الكونفيدرالية الاتحاد الإفريقي شايف حرصا على مبدأ تكافئ الفرص إن اللي يلعب في السوبر ليج لازم يلعب الدور التمهيد عشان الاندية كلها تكون لعبة الأدوار التمهيدية قبل ما ننتقل لدور المجموعات هم شايفين تكافئ الفرص كده وإن هم لما لغوا ملحق الكونفيدرالية وبالتالي فضوا مساحة وقت للاندية اللي هتلعب السوبر ليج إن الاندية دي مش هتلعب في الملحق وبعد إلغاء الملحق فبالتالي الأفضل لي هتلعب الأدوار التمهيدية زي كل الأندية عشان تكافؤ الفرص وبالتالي تم اعتماد القرار أن كل الأندية اللي هتشارك في السوبر ليج هتلعب الأدوار التمهدية محدش هيتم إعفاؤه بعد إلغاء ملحق الكونفيدرالية باجتماع اللجنة التنفيذية اللي انعقد الشهر الماضي في المغرب على هامش بطول التحت 23 سنة ده ردًا بس على تساؤلات كتيرة الناس بتقول لي كان فيه الأول قرار بالإعفاء ليه حصل تراجع في هذا القرار هو كان فيه بالفعل اكتراح ولكن للأسف لما دخل الورق في الاجتماع اللجنة التنفيذية وحصل اعتماد رسمي شافوا يلغوا ملحق الكونفيدرالية أكتر ما يعفو الأندية عشان يبقى فيه تكافؤ فرص ما بين كل الأندية اللي هتشارك في المسابقات القرية طبعا بعد هذا القرار النادي الأهلي هيبقى مقبر على لعب 21 مباراة إفريقية بحد أقصى في حال التأهل لنهاء السوبر ليج وفي حال التأهل لنهاء دور الأبطال إفريقي دور الأبطال 14 مباراة بدل ما كان الأهل هي لعب 12 لا دلوقتي هي لعب 14 السوبر ليج 6 لقاءات كده 20 وفيه لقاء السوبر الإفريقي من الأهل والتحاد العاصمة يبقى كده 21 مباراة عدد مباراة كتير جدا وكبير جدا الموسم اللي جاي مع 34 مباراة في الدول لو دور تلعب بدور واحد أو على دورين مش مجموعات بأولا الكلام ده فبتتكلموا دور الأبطال والدور العام لوحدهم بس 55 مباراة لسه كاس عالم أندية لسه كاس السوبر المصري لسه استكمال مباراة كاس مصر لسه كاس مصر السنة الجاية لسه كاس الربطة لسه السوبر الإفريقي فربنا يكون فعون يعني إدارة النادي الأهل والجهاز الفن واللعبين على الموسم اللي جاي طب دي جزئية كتبت متعلقة بدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والتصنيف التراقمي حاجة أخيرة بقى قبل ما أطلع الفاصل بما أني بنتكلم على التصنيف التراقمي في دايما كده مثل بلدي يقولك إيه اللي عنده حاجة يطلحها أو اللي ليه شوق في حاجة يعملها صح؟ ولا غلط؟ لا صح طيب هنتكلم جد ولا هنهزر؟ هنتكلم جد لأن لو هنهزر هنتفرج على حاجتين يا الكاميرا الخفية يا الديني عقلك صح ولا غلط؟ أكيد صح؟ ما دي برامج معروفة وبرامج كوميديية بتتعامل في شهر رمضان كلنا بنستمتع بيها وكلنا بنحبها وبنحب نتفرج عليها يا الكاميرا الخفية يا برنامج الزيني عقلك ولكن لو هنتكلم جد إيه هو الجد؟ لما تبقى عايز تتكلم على إحصائية وتتكلم على حق أنت شايفه من حقك خط شعار المؤسسة اللي أنت بتتكلم على نتيجها يعني عايز تتكلم على نادي القرن وتقول على نادي القرن خليك شاطر وخط شعار الكاف خليك شاطر وخط شعار الكاف لكن أنت مش قادر تحط شعار الكاف ليه؟ عشان أنت بتهزر مش بتتكلم جد ليه بتهزر؟ ما أنت بتتكلم وبتقول الدين عقلك أو الكاميرا الخفية لكن لو هتتكلم جد وقد الكلام بجد وجد الجد لازم تحط شعار الكاف ما أنت بتتكلم على نادي القرن نادي القرن لقب مين اللي منحه؟ الاتحاد الافريقي يبقى بالتالي لما الآله بيخاطب أي حد أو حتى على تي شيرت الفريق بيقول أنا نازل القرن بيحط شعار إيه؟ شعار الكاف ليه؟ أنا بتكلم في الحق لكن لما تكلم في الباطل هتضرب أي ورقة ملهاش أي لازمة وتشيل عليها أي حاجة رسمية لأن أنت لو حاطت أي حاجة رسمية هتحاسب وهتسأل على ده ولكن أنت عشان قلبها كوميديا على طريق الدين عقلك فأنت بتضرب أي كلام بأي ورق مضروب ملوش أي لازمة ده تعليقي بس على الخزعبلات اللي كل يوم بنتفرج عليها وبنتحك عليها في الوسط الرياضي نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع لآخر أخبار الترند كلام كتير وتفاصيل مهمة في السوشيال ميديا عن الأهلي وبعد الأخبار المحلية نطلع نتابع في آخر أخبار الترند طيب عشان وقتنا بيجري معاكم بسرعة نبدأ أخبار الترند بترند الأهلي والبدأ في ترند الأهلي بحساب يلا كورة مصدر ليلا كورة كولر يرحب برحيل سنائي الأهلي ومنقشة عرض سموح قال مصدر داخل النادي الأهلي أنه دي تلقى عرض رسمية من سموحها لاستعارة سنائي الفريق الأول مصطفى البدري والعربي بدر والكلام هنا على فكرة بعض اللاعبين اللي ممكن النادي الأهلي يفكر في استمرار إعارتهم أو حتى يكمل في استعارتهم الفترة اللي جاية وكمان مرسل كولر رحب برحيل السنائي مصطفى البدري وعربي بدر خاصة نسموحها عايز اللعيبة على المستوى الفني خلال الفترة اللي جاية طيب نروح كمان لحساب كورة إليفين صفقة برازلية جديدة تدخل ترشحات القلع الحمراء على طولة تاكولر لحل أزمة المهاجم الأجنبي طبعا مسؤولي الأهلي في إطار البحث عن مهاجم خلال الفترة اللي جاية وكننا عارفين فكرة الأسماء اللي ممكن الأهلي يتعاقد معها الفترة الجاية في أسماء كتيرة بتتردد والنهاردة هو اسم جديد بيتقال من بعض المواقع صفقة مهاجم أجنبي كان كلام كتير على بعض الأسماء دون ذكر أسماءهم ولكن قلت لحضراتكم طول ما فترة الانتقالات والتعاقدات لسه مستمرة هيبقى فيه مستجداد كتيرة لكن النقطة الوحيدة المؤكدة إن الأهلي بيدعم في أكثر من المركز طبقا لطلبات كولر لأن الفترة اللي جاية زي ما استعرضنا في بداية الحلقة مباراة كتيرة محلية وإفريقية فلازم تدعم في بعض المراجز وخاصة بعد رحيل برونو سافيو وبعد رحيل ويسمي كيسوني في إطار تسويق والتربواليا هيكون فرصة إن يكون عندك مكان أو اتنين على أقل تقدير في صفقات اللاعبين الأجانب خلال الفترة اللي جاية طب حساب الوطن سبورت أيضا بيقوله مقابل خيالي الأهل يحدد قيمة صفقة أكوار آدمز يعني فيه كلام طلع عن طريق الوطن سبورت بيقوله إن نادي الأهل اتجب في مفاوضاته للدوري النرويجي عشان يتعقده مع لعب برازيلي اسمه بقاء عشان يتعقده مع أكوار آدمز يعني الوطن يتكلم على أرقام مالية وقاله إن المهاجم النيجيري فيه مفاوضات معاه بعد مع تعطلت صفقة البرازيلي شوستافو سوزا يعني قلت لحضراتكم الأسماء كلها جديدة وبقرة لها تلاقي اسم البرازيلي ولا اسم النيجيري وممكن تلاقي اسمه مهاجم غاني وكل دي أكيد احنا فاهمين بتبقى ترشحات من بعض الوكلة وفيه وكلة بيبقوا حابين دايما يسوأوا البضاعة اللي معاهم عشان هم معارفين لو الأهل مش بيفكر في ضمهم بيتم تسويهم لمغرد بس ربط اسمهم باسم النادي الأهل ودون ذكر أسماء اللاعبين يعني الفترة الحالية بنسمع اللعيبة الأهل ممكن يكون بيفكر في التفاوض معه ولكن على عرض الواقع الكلام دا مش حقيق بيبقى شغل تسويق وكلة وده الموسم بتاع الوكلة خلال الفترة الحالية طيب الوطن سبورت بيقوله صفقات الآلي بعد إمام عشور عودة تلت نجوم طيب مصدر للوطن سبورت بيقول إن السويسري استقر على عودة كريم ندفد صلاح محسن محمد شكري لاعب سيراميكا مبارح محمد شكري عمل مطشي كبير جدا وأحرز هدف على طريقة روبرتو كارلوس فاكرين هدف روبرتو كارلوس قبل كده تسديدة من نص الملعب وعملت كيرف كده في الجو ودخلت فيه المقص هدف رائع جدا لمحمد شكري لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كيريو باطرا يكون لاعب مهم جدا ومحوري وسيراميكا بالفعل استفاد من اللعيبة اللي طلحها إعارة خلال الفترة الأخيرة من نادي الآلي تحديدا عندك صلاح محسن عندك محمد شكري حتى أحمد ياسر ريان لعيبة أكيد أضافت لسيراميكا وبنهني فريق السيراميكا على فوزه بكأس الربطة وأول بطولة لسيراميكا كيريو باطرا منذ أن صعد للدور الممتاز خلال السنوات الأخيرة طيب حساب يلا كورا أيضا بيقولوا بعد أفشا الأهلي يتوصل الاتفاق مبدئي مع شريف وهاني على التمديد يعني مصدر في تصرحات يلا كورا قال إن كان فيه جلسة للكابتن سيد عبد الحفيز مع محمد مجد أفشا وحصل اتفاق على موضوع التجديد والكلام اللي خرج ولكن ليس بشكل رسمي يعني إن أفشا قال أنا أوقع على بيض ما أقدرش أتشرط على إدارة الأهلي وما أقدرش أتشرط أخد كام وما أخدش كام وأنا توقيعي للأهلي ما فيهوش مشكلة وأنا لو حتى عندي عروض أنا مكمل في النادي الأهلي شيء رائع جدا إن يكون اللعيبة حرصهم على الاستمرار في النادي الأهلي في ظل إن فيه لعيبة تانية أكيد كلنا عارفينهم ببحارسين إنهم يعني يكونوا في الأهلي النهاردة قبل بكرة ده شيء رائع بيدول إن الأهلي مؤسسة نكحة إداريا بتحقق بطولات شعبية كبيرة فكل واحد عايز يأمن مستقبله ويبقى في استقرار ويلعب كورا بجد عايز يلعب في النادي الأهلي طيب الأمر بالنسبة لمحمد شريف ومحمد هان أكيد ما فيش مشاكل ورغم أن اللعبة دي لسه عقدها ممتدة حتى نهاية الموسم اللي جاي ولكن الأهلي بيفقر من بدري بدري يخلص كل الملفات عشان يبقى فيه تركيز أكتر في الفترة اللي جاي زي ما قلت لحضراتكم مصدر بالأهلي لكورا بلس أفشا يرحب بتجديد تعاقده مع النادي الأهلي وأفشا لم يعترض إطلاقا على مسألة التجديد مع النادي الأهلي خلال الفترة الحالية دي الأخبار اللي طلع بخصوص تجديد أفشا مع النادي للفترة اللي جاي طيب نبدأ نتكلم بقى على تشكيل مباراة الأهلي وبرامدز النهاردة نبدأ من حساب بطولات تشكيل الأهلي المتوقع أمام ببرامدز فيه الدوي بيقولوا في الشنو في حراسة المرمى خط الدفاع معلول ياسر منعم خالد عبد الفتاح الديانج عطية أفشا في وسط الملعب أمامهم حسين الشحاة أحمد عبدالقادر محمد شريف قريب جدا التشكيل ده من التشكيل اللي قالوا زمننا فاروه صلاح منذ قليل طيب حساب يلا قورة بيتكلم على التشكيل المتوقع أيضا ولكن قالوا في البداية إن كولر استبعت قهربة وبرستة ومحمد هاني نفس المعلومات اللي قال هانز مننا فاروه صلاح وقالوا إن القيمة بشكل عام فيها الشنو وعلى لطفي مصطفى شبير واتكلموا إن كمان وجود كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ضمن القيمة طاهر وعبدالقادر وقندوسي وكريستو ضمن قيمة البودلاء في مباراة اليوم طيب آخر حاجة معايا في تريند الأهلي حساب كورة بلاس توقع التشكيل عكس التشكيل اللي توقعه موقع بطولات بيقولوا إن شريف هيجاور عبدالقادر في قيادة هجوم الأهلي شناوي معلول منع مياسر خلاد عبدالفتاح مراونة عطية أليو ديانج محمد مجد أفشا حسيني الشحات محمد شريف أحمد عبدالقادر ده التشكيل المتوقع في كورة بلاس بالنسبة لمباراة اليوم يعني أنا مش شايف في اختلاف كتير في موضوع التشكيل ما بين كورة بلاس وموقع بطولات يلا كورة اهتمة أكتر باستعراض القيمة وشايف إن النهاردة على دكة البودلاء فيه فرصة إن يكون موجود طاهر مع قندوسي مع أحمد نبيل كوكا مع كريم الدبيس مع كريستو يكونوا زخيرة للجهاز الفني لو عايز يعمل تبديلات خلال التسعين دقيقة نروح للترند المحلي والبداية بحسابي اللا كورة وتصريحات لروجيرو ميكالي قال فيها أريد الاعتماد على محمد صلاح في الأولمبياد لقد بدأنا المحادثات لجعل هذا الأمر يحدث بالفعل إنه تعزيز قوي ويمكن أن يمنحنا المزيد من الأمل في الفوز بميدالية دي تصريحات لروجيرو ميكالي مدير الفني لمنتخبنا الأولمبياد والله أنا مش عارف هل ده هيحصل بشكل رسمي هل ممكن صلاح يجي يلعب مع منتخبنا الأولمبياد في الألعاب الأولمبية في باريس المشكلة إن الألعاب الأولمبية بتتلاهب بعد نهاية الموسم والفرق الأوروبية عارفة إن البطولة دي ليست ضمن الأجندة الدولية فما بيقدرش الجهاز الفني لفربور يدي موافقة على ده لأن توقيت إقامة الألعاب الأولمبية هي توقيت الراحة السلبية لأبرز اللاعبية اللي بتلعب في الدوريات الأوروبية وسبق قبل كده كابتن شاوه غريب كان نفكر في محمد صلاح ولكن توقيت بطولة أولمبياد توقي وزي ألعاب باريس مكادش تسمح إن صلاح ينضم هنشوف الفترة اللي جاية هل يقدر ميكالي يتواصل مع صلاح ويقدر يستعين بيه في أولمبياد باريس ده هنشوفه خلال الفترة اللي جاية ولسه في مساحة وقت نحن نتكلم النهاردة في شهر سبعة باقي سنة 12 شهر على الألعاب الأولمبية في باريس طيب إي بي إيل وورلد أيضا ركزت على هذا الأمر وقالت منتخب مصر أولمبي في محادثات مع ليفربول من أجل ضم صلاح لقيمة الفرعنة لأولمبياد باريس طيب حساب بطولات أيضا تصرحات لروجيري ميكالي بيقول إبراهيم عادل لديه نفس صفات محمد صلاح يتميز بالسرعة والمهارة ويجيد جذب دفاعات الخص لديه صفات برازيلية ويمكنه النجاح في الخارج نتمنى التوفيه لإبراهيم عادل نتمنى التوفيه لو فيه خطوة تجربة احتراف الفترة اللي جاية نتمنى تكون فيه انطلاقة لهذا اللاعب الشاب في الفترة اللي جاية طيب حساب في الجلو النهاردة عندنا تصرحات كتير قوي على روجيري وميكالي في البعض المواقع هو قدل بتصرحات لشبكة جوفمبان البرازيلية قال فيها كأس العالم عشرين تلاتين اذا كان الامر معتمد على الشغف بقرة القدم فان كأس العالم ستقام غدا في مصر لم ارى في حياتي ابدا مثل ذلك امر مدهش بالنسبة لي حب بقرة القدم في مصر يمكنك بسهولة جمع سبعين او تمانين الف شخص في مباراة بمصر ولكن هذا لا يكفي هناك حاجة للتطوير اكتر في المنشآت وارضية الملعب كلام بصراحة مقنع ومهم لروجيري ميكالي اتمنى يكون في استفادة من ميكالي لان الرجل عنده خبرات كبيرة كان مسك البرازيل قبل كده فرجل عنده خبرات وامور ممكن نستفيد به عشان التطوير طب حساب الجول وايضا تصرحات لروجيري ميكالي قال فيها اؤمن جدا بحمد كوكا يمتلك الكثير من الامكانيات دفاعيا ولدينا ايضا حسام عبد الميجيد طبعا طاليقا على فكرة اللعيبة اللي اتلعب في خط الدفاع في تشكيلة منتخبنا الأولمبي طيب التوقعات على سؤال حلقة النهاردة توقعات التشكيل وتوقعات النتيجة استاذها هبة بتقول لفوز الاهل ان شاء الله تنسفر التشكيل الشناوي معلول منع مياسر هاني مروان عطية ديانج أفشة حسين الشحات تاو شريف طيب ده التشكيل المتوقع استاذ عبدالله بيقول مساء الخير استاذ محمد تشكيل الاهل الشناوي منع مياسر معلول خالد مروان ديانج أفشة حسين الشحات عبدالقادر شريف ان شاء الله الاهل يكسب بنتيجة كبيرة طيب نفس التوقع استاذ هاني بيقول شناوي خالد ياسر منع معلول مروان عطية يانج أفشة حسين الشحات عبدالقادر شريف آخر توقع معايا عشان ناخد أكبر قدر استاذ محمد بيقول الشناوي خالد عبدالفتاح ياسر منع معلول ديانج مروان كوكا هو شايف كوكا مكان أفشة الشحات شريف كريستو ده توقع جديد والتين سفر لأهلي بإذن الله نتمنى يا رب نشوف مباراة ممتعة على المستوى الفني ونتمنى إن شاء الله الأهلي يحصد السلاس نقاط ويقرب شوية من فكرة موسم الحمد لله ما يكونش فيه أي هزيمة ونتائج رائعة للنادي الآن في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وإن شاء الله نلتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج الترين شكرا وإلى اللقاء